فيتامين بي 12 هو أحد العناصر الغذائية الأساسية التي يحتاجها جسمك والملايين من الناس يعانون من نقص خطير فيه دون أن يعرفوا ذلك وصدقني هذا أمر أكثر أهمية مما تعتقد كما ترى فيتامين بي 12 يؤدي العديد من الوظائف المهمة في جسمك فهو يساعد في إنتاج خلايا الدم الحمراء ويدعم وظائف الدماغ بل ويساهم في إنتاج الحمض النووي DNA من دون ما يكفي منه لا يمكن لجسمك أن يعمل بشكل صحيح والمفاجئ في الأمر هو أن نقص فيتامين بي 12 أكثر شيوعا مما يعتقد معظم الناس اعلم أن هذا يشكل مصدر قلق خاص لكبار السن أو أولئك الذين يعانون من بعض الحالات الصحية لهذا السبب فإن الانتباه للإشارات التي يرسلها لك جسمك أمر بالغ الأهمية لأن نقص فيتامين بي 12 سهل أن يتغافل عنه في هذا الفيديو سوف نغطي ثمانية علامات تحذيرية قد تكون طريقة جسمك لإخبارك بأنه يحتاج إلى المزيد من فيتامين بي 12 أولا التعب والضعف تخيل أنك تكافح للخروج من السرير أو التثاؤب باستمرار أو الشعور بالإرهاق حتى بعد ثماني ساعات من النوم إذا كان هذا يبدو مألوفا فقد يكون أكثر من مجرد التعب إن أول وأكثر علامات نقص فيتامين بي 12 شيوعا هو التعب والضعف المستمر وإليك سبب حدوث ذلك يعتمد جسمك على فيتامين بي 12 لإنتاج خلايا الدم الحمراء المسؤولة عن حمل الأكسجين إلى أعضائك والآن بدون ما يكفي من فيتامين بي 12 لا يستطيع جسمك إنتاج ما يكفي من خلايا الدم الحمراء الصحية ونتيجة لذلك يصل كمية أقل من الأكسجين إلى عضلاتك وأنسجتك مما يجعلك تشعر بالتعب والخمول والضعف البدني والضبابية العقلية حتى لو حصلت على قسط كبير من الراحة فماذا يعني هذا بالنسبة لك؟ حسناً، إذا كنت تشعر باستمرار بالتعب والضعف فماذا يعني هذا بالنسبة لك؟ الإرهاق أو الضعف دون سبب واضح وعدم الحصول على قدر كاف من النوم أو تغييرات نمط الحياة يبدو أنها تساعد من المفيد فحص مستويات فيتامين بي 12 لديك لا تتجاهل الأمر باعتباره مجرد تعب رقم 2 التغيرات في المزاج والاكتئاب حيث يرتبط مزاجك ورفاهيتك العقلية ارتباطاً وثيقاً بمستويات فيتامين بي 12 لديك وهذا صحيح، وقد يفاجئك معرفة أن انخفاض فيتامين بي 12 يمكن أن يؤدي بهدوء إلى تقلبات مزاجك والقلق أو حتى الشعور بالاكتئاب ولا يدرك معظم الناس وجود هذا الارتباط ولكن في الواقع يمكن أن يؤدي نقص فيتامين بي 12 المزمن في حدوث تغيرات غير متوقعة في المزاج والسبب الرئيسي هو أن فيتامين بي 12 يلعب دوراً رئيسياً في إنتاج مواد كيميائية أساسية في الدماغ مثل السيروتونين وغالباً ما يطلق عليه مادة كيميائية تجعلك تشعر بالسعادة وعندما تنخفض مستويات فيتامين بي 12 تتباطأ قدرة جسمك على إنتاج السيروتونين مما يجعلك تشعر بالقلق والانفعال أو الاكتئاب أكثر من المعتاد لذا إذا كنت تعاني من تقلبات مزاجية غير مبررة أو زيادة الانفعال أو الشعور بالقلق أو الاكتئاب فقد لا يكون الأمر كله في رأسك فقد يكون نقص فيتامين بي 12 هو السبب الخفي لذا لا تدع سبباً غير مرئي يزعجك بعض الأحيان يمكن أن يؤدي تغيير بسيط فيما تأكله أو إضافة مكمل فيتامين بي 12 إلى روتينك إلى تحسين صحتك العقلية بشكل كبير رقم ثلاثة بشرة شاحبة أو صفراء يمكن أن تخبرك بشرتك كثيراً عن صحتك وأحد أكثر العلامات التي يتم تجاهلها ولكنها ملحوظة لنقص فيتامين بي 12 هو البشرة الشاحبة أو الصفراء إنها ليست مجرد شيء تبدو منهكاً منه إنه جسمك يلوح بعلم أحمر الآن إليك ما يحدث داخل جسمك عندما لا يحتوي جسمك على ما يكفي من فيتامين بي 12 يكافح من أجل إنتاج خلايا الدم الحمراء الصحية وبدلاً من ذلك تتحلل خلايا الدم الحمراء بسرعة كبيرة مما يؤدي إلى إطلاق صبغة صفراء تسمى بيليروبين في نظامك إذا كان هذا الإسم يبدو مألوفاً فذلك لأن بيليروبين هو نفس الصبغة التي تسبب اليرقان الجلد المصفر الذي تراه أحياناً عند الأطفال حديثي الولادة أو الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الكبد فما الذي يجعل هذا مختلفاً مع نقص فيتامين بي 12؟ ليس الكبد هو الذي يسبب المشكلة بل التحلل المبكر لخلايا الدم الحمراء ولهذا السبب يكون الجلد الشاحب أو المصاب باليرقان قد يبدو التهاب اللسان مصطلحاً طبياً معقداً لكنه في الواقع بسيط جداً فهو يعني لساناً ملتهباً ومتورماً وأحمر اللون وهو أحد العلامات الأكثر وضوحاً لنقص فيتامين بي 12 عادة ما يكون اللسان السليم وردياً ناعماً ومغطى بنتوءات صغيرة تسمى الحليمات ولكن عندما لا يحصل جسمك على ما يكفي من فيتامين بي 12 فإنه يعطل إنتاج خلايا الدم الحمراء مما قد يؤدي إلى التهاب اللسان رقم أربعة التهاب اللسان وألم الفم لاحظ أن لسانك يبدو أحمراً ومنتفخاً بشكل غير عادي أو حتى ناعماً أو لامعاً بشكل غريب لكن الأمر لا يتعلق فقط بمظهره يمكن أن يؤدي الالتهاب أيضاً إلى شعورك بالألم أو الوجع مما يجعل من الصعب تناول الطعام أو الشراب أو حتى التحدث بشكل مريح ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد يمكن أن يؤدي نقص فيتامين بي 12 أيضاً إلى تقرحات الفم تلك القروح الصغيرة المؤلمة التي تظهر داخل خديك أو شفتيك أو تحت لسانك إذا كنت قد أصبت بواحدة من قبل فأنت تعلم مدى عدم الراحة التي يمكن أن تسببها كل هذه الأعراض مرتبطة بشيء واحد هو دور فيتامين بي 12 في الحفاظ على الأنسجة الصحية في فمك فبدون ما يكفي من فيتامين بي 12 لا تستطيع هذه الأنسجة في فمك الحفاظ على بنيتها ووظيفتها الطبيعية وهنا يبدأ الانزعاج الرقم خمسة وخز وخدر في اليدين أو القدمين هل شعرت يوماً بوخز الإبر في يديك أو قدميك مثل ألف إبرة صغيرة تطعنك من كل زاوية؟ إنه أمر غير مريح ومزعج بعض الشيء وقد يكون مثيراً للقلق بعض الشيء ولكن إليك الأمر إن الشعور بالوخز والإبر ليس عشوائياً بل إنه في الواقع أحد العلامات الكلاسيكية لنقص فيتامين بي 12 فلماذا يحدث ذلك؟ حسناً كل هذا يعود إلى الدور الذي يلعبه فيتامين بي 12 في جهازك العصبي كما ترى يساعد فيتامين بي 12 في الحفاظ على ما يسمى غمد الميالين فكر فيه باعتباره الطبقة الواقية حول أعصابك مثل العزل البلاستيكي للأسلاك الكهربائية يضمن هذا الطلاء انتقال الإشارات العصبية بسلاسة وكفاءة ولكن إليك المشكلة عندما لا يحصل جسمك على ما يكفي من فيتامين بي 12 كاف لدرجة أن الغلاف الواقي يمكن أن يبدأ في الانهيار عندما يحدث ذلك لا تعمل أعصابك كما ينبغي وهذا ما يؤدي إلى تلك الأحاسيس الغريبة مثل الوخز والخدر أو حتى الشعور بالحرقان خاصة في اليدين والقدمين وهو أكثر من مجرد شعور بعدم الراحة فإذا لم يتم علاج نقص فيتامين بي 12 فقد تزداد هذه الأعراض سوءاً لم يعد الأمر مجرد وخز طفيف هنا وهناك بل يمكن أن يبدأ في التأثير على توازنك وتنسيقك وحتى كيفية تحركك يمكن أن يؤدي نقص فيتامين بي 12 إلى إتلاف الأعصاب الطرفية وهذا يمكن أن يؤدي الضرر أيضاً إلى إعاقة الجري أو المشي أو حتى التحرك وقد يصبح نقص فيتامين بي 12 سيئاً للغاية لدرجة أن قدميك وأطرافك قد تخدر ويضعف ويعجز عن دعم وزن جسمك حتى ردود أفعالك يمكن أن تتأثر أيضاً رقم 6 ضربات قلب غير منتظمة معدل ضربات قلب سريع يعرف أيضاً باسم خفقان القلب يمكن أن يحدث نتيجة لنقص فيتامين بي 12 يمكن أن يؤدي انخفاض مستويات فيتامين بي 12 إلى فقر الدم الضخم الأرومات الذي يسبب الدوخة والتعب وفقدان الشهية وخفقان القلب يحدث خفقان القلب عندما ينبض قلبك بشكل غير منتظم قد تواجه بعض الخفقان والرفرف غير المريحة أو حتى تصاب بنوبة هلع من ضربات القلب السريعة يرتبط نبض القلب بشكل مباشر بفقر الدم الذي يمكن أن يسببه نقص فيتامين بي 12 يمكن أن يؤدي انخفاض مستويات فيتامين بي 12 إلى تلف عضلات القلب بمرور الوقت أو حتى يؤدي إلى تضخم القلب لذا قم بزيادة تناول فيتامين بي 12 وكن لطيفاً مع قلبك رقم 7 فقدان الذاكرة أو التدهور المعرفي تماماً كما يمكن أن يؤدي انخفاض فيتامين بي 12 إلى الاكتئاب فإنه يلعب أيضاً دوراً مهماً في التطور المعرفي وإنتاج الذاكرة فقدان التوجه والارتباك والخرف من الأعراض المحتملة لنقص فيتامين بي 12 وهذا مهم لأن النسيان وفقدان الذاكرة ليس دائماً علامة على الشيخوخة في الواقع يمكن أن يكون علامة على شيء يمكنك إصلاحه بالفعل وهو نقص فيتامين بي 12 يساعد فيتامين بي 12 في الحفاظ على الوظيفة الإدراكية وهذا أمر بالغ الأهمية لأن دماغك يحتاج إلى فيتامين بي 12 لدعم الخلايا العصبية الصحية وإنشاء طبقة واقية حول هذه الخلايا مما يحافظ على إشارة العصب قوية وواضحة عندما تنخفض مستويات فيتامين بي 12 بشكل كبير يصبح الأمر أصعب لكي تتواصل خلايا دماغك بشكل فعال هذا عندما تتباطأ قدرة دماغك على معالجة المعلومات مما يؤدي إلى ضباب الدماغ والنسيان والشعور المحبط بأنك لا تستطيع التفكير بشكل سليم لأن نقص فيتامين بي 12 يسبب فقدان الذاكرة وأعراض أخرى للخرف هناك بعض الأدلة على أن نقص فيتامين بي 12 قد يكون أحد الأسباب المحتملة لبعض حالات الخرف لدى كبار السن من السهل الآن اعتبار هذه اللحظات مجرد تقدم في السن ولكن نقص فيتامين بي 12 لا يقتصر الأمر على كبار السن فمن المؤكد أنه أكثر شيوعا مع تقدم العمر ولكنه قد يؤثر على أي شخص وهذا صحيح بشكل خاص إذا كنت نباتيا أو نباتيا ولديك حالات طبية معينة أو تتناول أدوية مثل الميتفورمين الذي يمكن أن يخفض مستويات فيتامين بي 12 لذا لا تتجاهل لحظات كبار السن هذه خاصة إذا بدت متكررة بعض الشيء أو شعرت بأنها غير عادية فقد تكون علامة على شيء يمكن علاجه تماما مثل نقص فيتامين بي 12 وتتجاوز علامات نقص فيتامين بي 12 ما تحدثنا عنه في هذا الفيديو فهي لا تتعلق فقط بالتعب أو ضباب الدماغ قد تعاني أيضا من ضيق في التنفس فقدان الوزن مشاكل في الرؤية أو حتى مشاكل في التوازن والتنسيق فكيف يمكنك منع نقص فيتامين بي 12؟ حسنا إنه في الواقع أسهل مما قد تعتقد أولا تأكد من فحص مستويات فيتامين بي 12 لديك مرة واحدة على الأقل في السنة إحدى الطرق الرائعة للحفاظ على مستويات فيتامين بي 12 لديك هي تضمين الأطعمة الغنية فيتامين بي 12 في نظامك الغذائي فكر في اللحوم الخالية من الدهون الأسماك البيض ولكن إذا كنت تريد تجربة شيء مختلف فلماذا لا تستكشف نكهات لحوم الأعضاء؟ نظرا لأن الكبد ليس للجميع إلا أنه أحد أقوى المصادر الطبيعية لفيتامين بي 12 التي ستجدها وإذا كنت تتبع نظاما غذائيا نباتيا أو نباتيا فمن الضروري الانتباه إلى تناول فيتامين بي 12 لأنه يوجد بشكل أساسي في المنتجات الحيوانية ولكن في مثل هذه الحالات لا يزال بإمكانك الحصول على فيتامين بي 12 من أشياء مثل الخميرة الغذائية ويمكنك أيضا سد الفجوة من خلال التفكير في مكملات فيتامين بي 12 حيث يأتي فيتامين بي 12 بأشكال مختلفة ولكن ميثيل الكوبال غالبا ما يوجد في أقراص تحت اللسان لقد ثبت أن فيتامين بي 12 الذي يذوب تحت اللسان يمتصه الجسم بشكل أفضل إذا وجدت هذا الفيديو مفيدا فلا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة ويمكنك أيضا تشجيع الآخرين على الاهتمام بفيتامين بي 12 من خلال مشاركة الفيديو نراكم في المرة القادمة ترجمة نانسي قنقر